حكاية بتقولي إيه الحكاية؟ حكاية لطيفة وشيقة وإنتم ممكن تكونوا عتعرفوا كتير من المعاني من خلال الحكاية دي الحكاية بتقولي إيه؟ إن في ملك من الملوك شاف حلم إن أسنانه كلها بتقع كل أسنانه سقطت فانزحك جداً فاستدعى مفسر من مفسر الأحلام فقال له المفسر وهو بيفصر له الحلم بتاع ده إن قريبه كلهم هيموتوا قبله فرح قتله استدعى مفسر تاني فرح المفسر التاني رح قتله نفس الكلام اللي قاله المفسر الأولاني رح قتله استدعى مفسر تالت فقال له إيه؟ قال له إن تفسير رؤياك يا جلالة الملك إنك أطول أقاربك عمراً إن شاء الله فأمر له بجائزة ودى له حاجة لطيفة نتعلم من ده إيه؟ إن المفسر التالت ده هو ما اختلفش المعنى اللي قاله ده عن المعنى اللي قاله المفسر الأول والتاني بس المفسر التالت قال الكلام بطريقة مختلفة وعبر بطريقة مختلفة فلما قال الكلام بطريقة مختلفة وعبر بطريقة مختلفة أدخل المعنى لقلب الشخص ده وخلاه يبقى سعيد أظن أنتوا كمان كده فهمتوا مهارة النهاردة عتكون هي موسيقى